الوقت إلى موجز الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مع هالة الحملاوي تفضلي هالة شكرا محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر الكامل لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه ودعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية به وتعزيز الروابط بينه وبين محيطه العربي وتوافق الزعيمان على أن الظروف الراهنة تستوجب تكثيف العمل العربي المشترك على المستويين الثنائي والجماعي كما أكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي ضرورة التهدئة وخفض التصعيد الإقليمي وقيام المجتمع الدولي بالضغط المكثف لإتمام اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال قصفت غرب خان يونس جنوب قطاع غزة ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس فيما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية في منطقة السطر بخان يونس هذا وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر غارة على منزل غرب مدينة غزة من جانبه أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من لواء الناحال خلال معارك في جنوب قطاع غزة أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهد عشرة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال عملية عسكرية في جنين وطوباص بالدفة الغربية المحتلة هذا واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية وقالت فصائل فلسطينية أن مقاتليها نفذوا عمليات إطلاق نار استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية في محيط مخيمي عسكر وبلاطة شرقي نابلس تبادل حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف العنيف على طول الحدود وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح طفيفة جراء سقوط طائرة أطلقت من لبنان في بيت هلل شمال إسرائيل كما هجمت طائرات جيش الاحتلال مبنى تابعا لحزب الله في العديسة جنوب لبنان وقصفت قوات المدفعية مناطق في شبعة ويارين بالجنوب من جانبه أعلن حزب الله قصف التجهيزات التجسسية في موقع العباد شمال إسرائيل بمسيرات انقضادية قدم للدعاء الأمريكي لائحة اتهامية معدلة ضد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن في العام 2020 وأبقت اللائحة على التهم الأربع لكنها باتت تأخذ في الاعتبار القرار الذي أصدرته مؤخرا المحكمة العليا وقضى بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة تحميه على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف اجتماعا مع قيادات الوزارة ومدير المديريات التعليمية لمناقشة آليات الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وأكد الوزير على ضرورة أهمية حضور الطلاب إلى المدارس خاصة في مراحل النقل وملاحظة نسب الغياب الحقيقية والمحاسبة عليها من خلال الدرجات المخصصة لها كما أكد الوزير جاهزية قوائم الفصول والجداول المدرسية بداية سبتمبر المقبل وتوزيع خريطة التدريس وخطة نماذج التقييمات الأسبوعية على المديريات قبل بداية العام الدراسي الجديد انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يومصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر